بسم الله الرحمن الرحيم والمعاد جعل هذه الشريعة رحمة ويسرا وإسعادا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الذي أوضح معالم الدين أصولا واستمدادا ومقاصدا واجتهادا صلى الله وسلم ومارك عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الإخوة نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أنمن علينا بهذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة فلله الحمد والشكر على نعمه وآلاءه ثم الشكر لأولاة أمرنا وفقهم الله على رعايتهم الجليلة وعنايتهم الفائقة بالحرمين الشريفين وامتداد رسالتهما العلمية والتوجيهية والإرشادية ليستفيد قاصد الحرمين الشريفين عامة وطلاب العلم خاصة وطلاب علم الأصول بخاصة الخاصة شكرا لزملائنا في وكالة الشؤون توجيهية والإرشادية على إقامة هذا البرنامج المتميز الذي يمثل صناعة وتميزا وإبداعا وجودة بين العلوم وحديثنا اليوم عن علم أصول الفقه وأثره في تنمية الملكة الفكرية الصحيحة الآن هذا العنوان فيه أربع مخردات مهمة الأولى علم الأصول ثانية الاستفادة من في الأثر والمخرج وتطبيقه على العلوم الأخرى الأمر الثالث تنمية الملكة الأمر الرابع الملكة الفكرية تشكيل العقلية الإسلامية الصحيحة التي لا غلوة فيها ولا جفاة ولا إفراط فيها ولا تفريب هذه أربعة قيوم أو محترزات أو ألفاظ سيكون الحديث حوله وأحسب أن هذا الموضوع موضوع مهم بل في غاية الأهمية لأنه يركز على علم الأصول في مجال التطبيق والأثر لا في مجال التأصيل والتنظيم فحسب ثم يُعنى بربط علم أصول الفقه بسائر العلوم النقلية والعقلية والفكرية كذلكم يُعنى بتنمية الملكة وهي الهيئة والصفة الراسخة في النفس وما يتشكل منه العقل السليم ليوافق صحيح المنقول صريح المعقول في ربط بين العقل والنقل والشرع والنظر والسمع والأثر كما تأتي أهمية هذا الموضوع من أن المتأمل والمستقر لموضوعات علم أصول الفقه وهي الأربعة المشهورة الأحكام والأدلة والدلالات وأحكام الاجتهاد يُلفي أن لها الأثر الكبير في تكوين الملكة والعقلية الصحيحة والفكر المستنير الذي يُحقق المقاصد والأهداف التي يسعى إليها المجتهد والأصولي بل وحتى المفكر ليكون فكره إبداعياً ومتميزاً والعناية بنمطية التفكير والنغرة إلى الأشياء ولهذا من لا يملك الفكر الصحيح ما رده في الغالب إلى خلل في البناء العلم والأصول وموقفه من الأدلة وموقفه من الدلالات وموقفه من بيان أثر علم الأصول وهو القواعد التي يتوصل بها إلى الاستنبار ومعرفة أدلة الفقه والقواعد من الأدلة التفصيلية أو هو قل معرفة علم الأصول والأدلة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الذي هو المجتهد ثالثاً من أوجه أهمية هذا الموضوع أنك تدرك أحياناً تجاوزات وأخطار وقضايا مرجوحة ونظرات غير صائبة في مجال التطبيق سواء بين الفقهاء في المذاهب الفقهية في تطبيق الفروع على الأصول أو تخريج الفروع على الأصول وتطبيق الأصول على الفروع أو أيضاً في الأفكار فالنزعة مثلاً إلى التشدد تجد أن من ينزع هذه النزعة يجهل بعض أحكام علم الأصول أو مقاصد الشريعة ومن ينزع إلى التساهل ولا يبالي بأحكام الشريعة مرده إلى موقع هذه الأدلة ومعرفة دلالاتها والاستدلال والاستنبار موقفها موقعها من نفسه بل لقد يكون موقعه من الشريعة موقع الشريعة في نظرته وفكره ولهذا عبر التأريخ وجدت فرق وجماعات وفروع ومذاهب تجد في استنباطاتها الأقرب إلى الكتاب والسنة وإلى القواعد والضوابط العامة وإلى المقاصد الشرعية وتجد الخلل والخطأ نكون أقرب في توضيح الأمر إلى مثال أمثل المتأمن في فروع الفقهية في المذاهب كله يجد مثلا من المذاهب من يعنى بالنص ومنها من يعنى بالاجتهاب وعلى رأسه القياس فالذين يغرقون في القياس قد يكون عندهم النظر إلى النصوص أقل من المذاهب التي تُعنى بالأخذ بالنص مثال آخر النظر إلى المصالح والمقاصد الشرعية تجد أن من بعض أهل العلم يُعنى بالمقاصد ومنهم من لا يُعنى بها كثيرا أعني المصالح الشرعية والأدلة التي هي محل خلاف بين أهل العلم فيحصل التجاوز بالنظر إلى قوة المأخذ والاستنبار والاستدلال وقربه من الأدلة الصحيحة والنظر السليم والعقل الصحيح فمن يُوثَّق للنظر السديد يُوثَّق إلى العناية بالراجح وأقرب الأقوال والفروع والأفكار إلى الكتاب والسنة وإلى مقاصد الشريعة ولعل من أوجه أهمية هذا الموضوع اليوم الأهمية المعاصرة عالم اليوم يموج بأفكار متعددة منها السقيم ومنها السليم يموج بمذاهب ومشارب إذا بينت وأدركت وحققت المناطة في المسائل والقواعد والأصول والأدلة والفروع ونقحتها خرجت بامتيجة سليم إذا حنيت بمقاصد الشريعة الخمس في حفظ الدين والنفس والعقل حفظ العقل الليلة يتحقق معنا في إيجاد العقل السليم الصحيح النظر السديد الفكر المعتدل النير اليوم هناك نوازل معاصرة أفكار تموج كفتن كقطع الليل المظلم يحتار بعض الناس هل هي صحيحة أو سقيمة هل هي سليمة اليوم سنضع الميزان والمعيار الحقيقي لها ويوم أن كان السلف والصحابة رضي الله عنه متمكنين من معرفة الأدلة أصبح المنهج والفكر والاستنباط والاجتهاد عندهم سليما ويوم أن بدأت المذاهب وخرجت الفرق ومن أولها الخوارج كان لهم نظر لكنه غير سديد بالنظر إلى أدلة الشريعة وأحكامها فغلبوا جانب الوعيد فتشددوا لأنهم خالفوا المنهج الذي وضعه الصحابة واستقر عليه أمر الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة وإلى اليوم إلى اليوم المذاهب والأفكار بين إفراط وتفريط وبين تشديد وتساهل يؤدي إلى ضياء الأحكام الشرعية الشباب طلاب العلم تجد في حلائب الفكر وميادين المعرفة والمناهج خلق كبير عند بعضهم في موقفهم من الأحكام من الأدلة من معرفة الدلالات من شروط الاجتهاد من النظر إلى العلماء من معرفة المناظرة وآداب الحوار العلمي بين علماء المذاهب الإسلامية فلا يضيق ذرعاً بالمخالب لا سيما إذا كان مأخذه في الخلاف سليماً ونظره سديداً ولهذا كان المنهج هو الأدب بين العلماء اختلف الصحابة واختلف العلماء في المذاهب الأربعة وغيرهم ولا يزالون إلى اليوم يختلفون لكنهم لم يخرجوا عن قدود الأدب لأنهم بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجران وتظل الأخوة والمودة والمحبة فيما بينهم مما جعل الخلاف بين من يعرفون العلوم لا سيما القواعد بمنهج معتدل وميزان ومعيار سليم قليلاً وإذا وجدت بيئة تكثر فيها الخلافات والانقسامات فانظر إلى الخلل في بنائهم في معرفتهم القواعد والأصول والآدام ابن القيم رحمه الله يقول في الخوارج ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان النصوص عنوم وفهوم فلا بد أن يكون فهمك على مقتضى القواعد الشرعية وعلى مقتضى منهج السلف الصالح رحمهم الله ودائماً الإنسان يبني فكره على الدليل لا يبني الدليل على فكري بمعنى هل يستدل ثم يفكر ولا يفكر ثم يستدل الجواب يفكر ثم يستدل ولا يستدل ثم يفكر يستدل ثم يفكر يا سلام لماذا؟ لأنه هنا يبني فكرة على دليل لا يكون عنده فكر سابق كما مثلاً أنه يرى أو على فكر الخوارج مثلاً الخوارج تمحلوا في أن يثبتوا النصوص على مقتضى فكره وطالب العلم لا ينظر في الأدلة ثم يأخذ منها الفكرة الصحية ومثله في الفقه العلماء رحمهم الله يعرفوا لهم القواعد ولهم الأصول ثم يبنون مسائلهم الفرعية على الاستنبار من القواعد والأدلة لا أن يكون عندهم فروع من قبل ثم يؤصلون لها وإن كان بعض أهل العلم نحى هذا المنح لكنه منحاً مرجوح تعرف الأصول أولاً ثم تأخذ من ألفه هذه قضية مهمة في بناء الفكر لو أن الناس أصبح عندهم ميدان فسيح في الفكر والنظر إلى المخالف ما أصبحت ترى أن هناك أناس يضعون الولاء والبراء والانقسام والاجتماع على مسائل وأفكار هم اعتقدوها وطوعوا لها الأدلة بل لووا أعناق النصوص واجتزأوها وحرفوها عن سياقاتها لإثبات وتمحل ما يريدون وهذا الخطأ في مسلك الاستدلال أول إذا نستدل ثم نفكر ونبني الفكرة على الدليل هذه حقيقة قضية مهمة وعلم أصول الفقر ليس علما معقد وإنما علم ثري يحتاج الأصول فيه إلى أن يكون حاضرا في كل مشهد في الإجبهات في النوازن في الفكر في كل جوانب العلم والثقافة والمعرفة ليكون عنده الميزان والمعيار الصحيح في الفهم الثاق والملكة الفكرية الصحيحة علم أصول الفق قوام الدين المرقى إلى درجات المتقين الجواد الذي لا يلحق حبله المتي أقوى وأوثق قاعدة الشرع يرد إليه كل فكر وفرع وهو أولى ما صُلثت الهمم إلى تمهيده وأحرى ما عنيت بتسديد قواعده وتشييده يجتمع فيه معاقد النظر ومسالك العبار فما أغرز فوائده وأكثر فوائده وفرائده فما نسج فن على منواله ولا علم على مثاله الإمام الأسنوي صاحب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول يقول إن علم أصول الفقه علم عظم نفعه وقدر وعلى شرفه وفخره إذ هو مثال الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين ما عاشا وما عادا ثم إنه العند في الاجتهاد يمكن أن ينظر ناظر في الشريعة أو يفتي أو يقضي أو يفرع أو حتى يفكر التفكير الصحيح إلا وعنده إلمهم بالقواعد والأحكام والأدلة والدلالات وشروط الاجتهاد عرفتم علم أصول الفقه من حيث إنه العلم الذي يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيل أو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتري علم الأصول من مميزاته الجمع بين العقل والسماء والرأي والشرع ليس شرعا محظا وليس عقلا محظا ولا تقليدا يغفل العقل ويلغي الفكر والمتأمل فيما كتبه الأصوليون يجب أن من وصل التحقيق منه يؤكد على هذا المعنى لا سيما الذين عنوا بالمقاصد كالإمام الغزالي والإمام القراثي وشيخ الإسلام بن ثيمية والشاطب والشوكان هؤلاء أبدعوا لما حققوا ارتباط النقل بالعقل الارتباط الصحيح وأنه لا تناف إن أغرقت في النقل وتركت العقل حصل خروج عن المنهج الصحيح وإن أغرقت في العقل وتركت النقل كذلك فالعقل والنقل يتواردان النقل في الاستدلال والعقل في الاستنبار ولهذا الشافع رحمه الله في الرسالة أعمل فكره وعقله في التأمل في الاستدلال من الذي أخرج دليل الإجماع والاستدلال عليه من القرآن الكريم يقول رحمه الله قرأت القرآن الكريم مرة تري ومرة لأستنبط دليلا للإجماع فهدي إلى قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصير وهل الذي يخالف الإجماع إلا متبع لغير سبيل المؤمنين لأن الأمة لا تجتمع على ظلاله أقصد شوف كيف الإمام الشافعي وهو أنمورج لنا وكذلك الإمام أحمد في استنباطاته ورواياته والإمام مالك رحمه الله في عنايته بالمخاصد والمصالح وكذلك الحنفية في عنايتهم بالاجتهاد والقياس والأدلة المختلفة فيها كل له مورد في سلامة الاستنبار ويأتي التصويب أو التخطئة على حسب القرب من قوة الدليل وسلامة المأخذ والتعليم فالشافعي رحمه الله ولهذا أنا أوسط لا بالعلم بالذات علم الأصول لا تقرؤوا لا يمكن أن يكون عندك ملكة بمجرد أنك تقرأ كتاب الأصول درب نفسك نمي ملكة الفكر عندك والاستنباط اقرأ القرآن واقرأ السنة وحاول تستنبط أدل ستخرج بآثار وثمران واستنباطات ولطائف جميلة جدا ترجعها بعد ذلك إلى القواعد إلى أهل العلم لتنظر هل هي صحيحة أو تحتاج إلى مزيد تحرير المهم نمي عقلك في الاستنباط والاستدلال والنظر لا تكون قراءة قراءة مجرد ولهذا الناس في حياتهم حتى في الإدارة في الأعمال تجد اللي عنده فكر إبداعي تجد دائم يقدم مبادرات ويحرك عقله وينظر إلى المصالح والمقاصد في العمل الذي أسند إليه والأهداف والخطر فيبدع والذي ليس عنده إعمال لعقله بل يجعل عقله تابعا لغيره فهذا في الغالب لا يبدع ولا يتميز في النظر في أي أمر من الأمور لاحظ في أي أمر من الأمور إذن على نمطية التفكير والتفكير الإبداعي المبني على علم ولهذا كان علم الأصول أهم العلوم لأن العلم الأصول يشمل العلوم كلها القرآن السنة الإجماع القياس الأدلة المختلفية ثم خذ الأحكام الأحكام الشرعية التكليفية الواجب المحرم المكروم المستحب المباح ثم خذ الوضعية الشر السبب المانع إلى آخر هذه ما يعرفها كيف سيكون فكره سليما ثم خذ في الدلالات يجيك مثلا العموم والخصوص ما يكون فكرك صحيح وأنت تستدل في مسألة عامة لقضية خاصة ولا يكون فكرك نير ولا يكون فكرك نير ولا مأخذك صحيحا وأنت تنظر إلى مسألة مقيدة في قضايا مطلقة وهذا الخلل وهذا الخلل بين المتشدد وبين المتساح الذين هزوا ثوابت الدين ونالوا من قيمه وتحدوا نصوصا أخفقوا وأفلسوا والذين تشددوا وتطرفوا وتكلفوا وتنطعوا كانت مآخذهم في الأحكام لا تتماشى مع روح الشريعة في اليسر وحفظ المقاصد والضرورات والحاجيات والتهسينيات كذلك علم أصول الفقه وعلم المقاصد درجات ما تخلط بين الواجب والمستحب كم يصارع بعض الناس ويقضي حياته في قضايا مباحة أو من السنة وقد يغفل واجبا أين البناء الفكري الصحيح يخلط بين الضروري والحاجي والتحسين بل ربما يتحدث ويؤصل ويحكم في قضايا الأمة الكبار والكبرى التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر وهو لا يحفظ إلا آية أو حديث أو نحو ذلك في مراحل الإعدادية والثانوية هنا خلل في فكر إذن أنت اقتنعت الآن بأهمية علم الأصول في بناء الفكر الصحيح وأن كل ما نشاهده من اختلافات ومن انقسامات ومن تعدد للمشارب والمذاهب والتوجهات سببهم أننا لم نحقق علم الأصول كما ينبغ علم الأصول نبراس العقوب الإمام علاء الدين سمرقند سمى كتاب نبراس العقوب لأنه فعلا نبراس العقوب واستنباط الأحكام من المنقول والعناية بثوابت الدين من دعاة الضلال والذين يتسلحون بعلم الأصول مع العقيدة الصحيحة وعلم الكتاب والسنة والعناية بالنصوص الشرعية والمقاصد هم خير من يتصدى للشبه والذين ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وشبهات المنحدين ولهذا ابن دقيق العيد رحمه الله له كلمة جميع قال علم الأصول يقضي ولا يقضى عليه طبعا هذه أخذها بعض العلم بعض أهل العلم ما أخذن كبيرا وقالوا القرآن والسنة هما الذين يقضيان ولا يقضى عليهم لكن مراده رحمه الله أنه هو الذي يقعد ويؤصي ويحكم في المسائل إذ لا يستطيع القاضي أن يقضي دون قواعد ودون أصول لا يستطيع المفتي أن يفتي بدون قواعد ولا أصول فإذن يقضي بخلاف من يقضي بفروع أو يقضي على روء مذهب أين الاجتهاد وأين النظر وأين الاستدلال وأين الاستنبار ولهذا علماء الأصول الحقيقة هم العلماء اليوم الذين ينشدون في حل المعضلات والمشكلات على مستوى العصر وعلى مستوى قضايا الأمة كلها فلا يستطيع مثلا من يحفر بعض الفروع في مذاهب فقط أن ينظر لابد أن يكون هناك عند ملكة اجتهاد بشروطها المعروفة واليوم الاجتهاد جماعية بمعنى أن المجامع الفقهية هي التي تتولاه وهيئات كبار العلماء وليس لطلاب العلم النظر في هذا إلا ما يتعلق بالتدريب وتنمية الملكة التي نريد منها الهيئة الراسخة الصفة الراسخة في النفس التي تحمل على فعل أمر محمود والفكر نريد فيه إعمال الذهن تأمنا وتدبرا في شؤون الدين والدنيا والنوازن وهو النشاط العقلي المبني على الدليل النقل لنخرج بثمرة العلم الصحيح والمنهج السلي والمعرفة الحق إذن الفكر إعمال العقل وكما قلت لكم علماء السلم ما أبدعوا إلا لما جمعوا بين صحيح المنقوم وصحيح المعقوم ودرأوا تعارض العقل والنقل أداة ممكنة للعقل من زاده عن الفكر وموجهة في نفس الوقت بمخزون ما ترسد في الذهن والذاكرة إعمال العقل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة هذه الأمور الثلاث هي أدوات المعرفة من حرك سمعه وبصره وقلبه تحرك عقله وفكره في النظر الصحيح في مصالحه بل خذوا مني إذا وجدت إنسان يعيش المشاكل حتى في بيته وعسرته فهو لم يوفق للنظر السليد والفكر الصحيح والمأخذ السليم لأنه آثر شيئا على شيء آخر فليرجع إلى كل إلى نفسه ويحله حتى مشكلاتك مع الناس ومع زملائه وفي بيئة عمله سبحان الله تجد أهل العقول الراشدة والصافية والأفكار النيرة والذهن المتوقد لا يعملون إلا الخير وتجد من هو على خلاف ذلك لم يوفق في الغالب أن يكون مفتاح أخذ وحتى لو كان عنده شيء من العلم فيكون عنده قصور وجانب خلل في البناء التكامل العلم إذن الملكة الفكرية هي القدرة على النظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة التي هي القواعد والأدلة والتي هي عملية الاستدلال والاستنبار لنصد إلى الأحكام أو أقرب الأحكام على الأقل يكون هناك نسب لأن الناس مهما بلغت اجتهاداته هذا اجتهاده أقرب إلى الصواب إلى 95% إلى 100% هذا إلى 90% هذا إلى 80% كل بحسب إعماله الأدوات إذن هذه مقدمات لا بد أن نتحدث عنها بين ارتباط علم ونصول الفقه والملكة الفكرية الصحيحة من خلال أثر هذا العلم على الفكر الصحيح هناك علاقة وطيدة بين علم الأصول وبين تنمية الفكر إذ هي الوظيفة والمسؤولية عن الأنمات التقعيدية والمحددة للمسار ولهذا لا يمكن أن يستقيم منهج التفكير إلا في منهج الاستدلاء ومعرفة موارد الاجتهاد والأدلة وهو التفكير العلمي المستنم إلى الدليل إلى البرهان إلى العملية الصحيحة في كيفية الاستدلاء في ترتيب القضايا والموازنة بينها في إكساب الباحث والمجتهد الملكة والقدرة الفكرية في الترتيب في التركيب في التحليل في التعليل في التمثيل في التدليل في التحقيق في التخريج في التنقيح في الاستنتاج في التقرير في التحبير في التبرير الله اللي عدها معناها الملكة الفكرية صحيحة هذه قواعد الفكر هذه أصول الفقه ليست معجزات ولا طلاسم والذين يرون أن علم أصول الفقه فقه علم معقد هؤلاء عقلياتهم معقدة هم ما وصلوا ونفسياتهم معقدة ما وصلوا للطريق الصحيح الذي يستفيدون منه من زبدي هذا العلم لا من زبديه لأننا نعترف أنه أدخل في علم الأصول ما ليس منه كالمباحث الكلامية والمباحث المنطقية والإغراق فيها والفلسفات التي دخلها وأدخلها المعتزلة والأشاعرة في مسالك كبيرة أثرت على المنهج السليم في إبراز زبدة علم الأصول في معرفة الأدلة معرفة الأحكام معرفة الدلالات الاجتهاد الاستنباط الاستدلال هذا هو تطبيق على الفروح والنوازل لا يمكن أن يعيش الأصول بعيدا عن نوازل الناس هو يعيش في بيته في منزله في عمله الفكر العقل الذي أنعم الله به عليك المدركات المحسوسات الدلائل في المعرفة لا بد أن تستثمرها لتخرج عقلية سليمة تستنبط تجتهب وأنا ضرب لكم مثال في الإمام الشافر رحمه الله فهو عن موذنج اسمع ماذا يقول في الرسالة يقول الواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى لأنه تكلم بلا قواعد بلا أصول بلا استنباط بلا أدلة بلا طريقة تفكير صحيحة فالعلم الصحيح دليل الفكر الصحيح وإذا وجدت إرهابيا فاعرف أنه يحتاج لأن يتعلم من جديد ويثني ركبه على العلماء ليعلم قبل أن يكفر وأن يفجر العلم الذي يؤخذ من أهله لهذا قلنا لكم أنهم فهموا نصوص في الوعيد وفي الحكم بغير ما أنزل الله وفي النظر إلى التكفير دون معرفة شروطه وأسبابه فتكلموا من غير علم وإن وجه عندهم بعض العلم لكن ليس عند بعضهم الفاهم الصحيح الذي هو على مستوى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الإمام الشافعي رحمه الله ومن تكلف ما جهد وأيضا حتى الذين يصادمون الشريعة ويأتون بأمور تخالف الشريعة مردها إلى فكر يحتاج إلى تحرير على ضوء الشريعة وإنك لواجد في ميدان الناس في هذا الشيء الكبير قال الشافعي ومن تكلف ما جهد وما لم تثبت معرفته كانت مواقفه أو كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمود وكان بخطأه غير معذور وإذا ما نطق في ما لا يحيط علمه به لم يفرق بين الخطأ والصواب فيه الإمامة الفخر الرازي أيضا قال في الثنائع للشافعي إن الناس قبل الشافعي كانوا يتكلمون في مسائل الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لديهم قانون ولا أصول كل يرجعون فيه إلى معرفة دلائل الشريعة وفي كنفية العمل عند التعارض والترجيح فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب الأدلة فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرستو إلى العقل علاء الدين السمرقندي يقول في ميزان الأصول في نتائج العقول وسميته ميزان الأصول في نتائج العقول ليزن العاقل قضايا العقل بهذا الميزان حتى يظهر له الحق مثل العيال فيعتقد الحق الصريح ويرد الباطل القبيح نأتي الآن إلى الأثر أثر عن أصول الفقه في تنمية الملكة الفكرية الصحيحة الغزالي رحمه الله له كلام جميل يقول لا مطمع لا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره وللطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقاله إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول ونحن نقول التخبط في الأفكار سببه التخبط في معرفة الأصول سبحان الله شوف علوم الشريعة كليا يرتبط بعضها ببعض الذين يدعون أنهم بالقرآن فقط أو بالسنة فقط أو بمعرفة الفروع فقط يخطئون واليوم نحن بحاجة إلى العناية بعلماء الأصول وطلاب علم الأصول ونترسم في هذه الوجوه النظرة مستقبلا مشرقا يصنع فيه الأصولي على مستوى التقعيد والتأصيل والفكر الصحيح وحل النوازل المعاصرة والنظر فيها برأي سليم وأيضا علاج كل الأفكار المخالفة للمنهج الحق عشرة آثار استقرأتها لأثر علم الأصول الفقه في تنمية الملكة الفكرية الصحيحة أولا تزكية الفهم وشحب الملكة لا يمكن أن تكون العقلية زاكية والفكر سليما والملكة مشهوذة إلا بعلم الأصول كيف باعتبار أن علم أصول الفقه يعتمد على الفهم وعلى دقة الفهم في الأحكام في الأدلة في الدلالات بين الفهم الثاقب والنظر الصائب في الأدلة في مراتبها في ألفاظها في منطوقها في مفهومها في عامها في خاصها في تعارضها في الترجيح فيما بينها في مظامينها في مراميها في مقاصدها في أهدافها في مغازيها في تطبيقاتها في 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 لا يمكن أن يكون هناك تزكية وصحة وشحب الملكة الفكرية إلا بعلم الأصول ومن رام شحب الفكر وتزكية الفهم بمجرد الفروع أو بمجرد الفكر أو بمجرد حفظ آية أو حديث لن يجد هذه الملكة ولا تزكية الفهم الفكري السليم فالفهم والفطنة والفق والفق يا جماعة ترى ليس الفقه وحفظ الفروع ليس الفقه وحفظ الفروع الفقه هو الفهم عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بل الفهم والفطنة فليس مجرد الفقه والحفظ الفقه فهم وفطنة وحلو العقدة من لساني يفهم قولي يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري إلى قولي يفقه قولي يفقه قولي ليس مجرد أنهم يعلموه أو حتى يفهموه لابد يفهموه على الوجه الصحيح وهذا الخبط والخلط في الفروع وفي الخلط بين المرجوح والراجح والنظر هي الأفكار وروجانها والفتن اليوم الكثيرة كلها ترى مردها إلى عدم التزكية في الفعل ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وشحر الملكة الفكري هذا الأثر الأول أثر الثاني المنهج الاستنباطي والاجتهاد بمعنى الفكر الاستنباطي الاجتهاد لا يمكن أن يكون في فكر أو ملكة فكرية دون علم أصول الفقه ألبتة كيف ذلك فتح أفاق الاجتهاد ونبذ الجمود والتقليد جاء به علم الأصول وأرسى مناهج الاجتهاد وقواعده وضوابط الاستنباط ولهذا فإنه هو العلم الذي يبحث عن القواعد أو في القواعد للاستنباط من الأدلة بخلاف الفقه الفقه لا هو معرفة الأحكام الشرعية لا هنا المعرفة بالأصول بالقواعد بكيفية الاستنباط بالاستدلال ولهذا تزيد قيمة علم الأصول في تنمية التحصيل الفكري المعرفي الصحيح فمنهج البحث وتأصيل وتحصيل المعرفة عبر القواعد والاستنباط والاجتهاد لا تكون بالفكر المرسل البعيد عن حقائق الوحي ومقاصد الشريعة والبحث في كلمات الوحي باعتباره المصدر الصحيح للعلم والمعرفة والفكر السليم الثالث أثر علم أصول الفقه في معرفة الضوابط والقواعد التي تنطلق منها الأفكار يعني هنا الثالث العناية بالتقيد ولهذا علم الأصول قواعد قواعد أصولية الأمر للوجوه النهي للتحريق الأصر العموم ما لا يخصص شيء إلا بدليل مخصص وهكا قواعد الفكر ينبغي أن يبنى على قواعد التي هي هذه القواعد قواعد الشريعة قواعد الأصول قواعد الفقه مقاصد الشريعة فلا يكون الفكر مرسلا الفكر له ضوابط وإش دعاوى الحرية المزعومة وموجات الإلحاد والتشكيك والخلافات الفكرية التي أضلت كثيرا من الناس لا زيما من الشباب إلا يوم أن ينطلق الفكر بلا قواعد وبلا أصول فليتنبأ من أراد نجاتهم لابد الحقيقة من العناية بالتقعيد ولهذا هذا الفرق بين الأصول ومجرد الفقه وانظر إلى فتاوى الناس اليوم وانظر إلى قضائهم وانظر إلى دروسهم وانظر إلى أطروحاتهم وإلى سجالاتهم وإلى ملاسناتهم تجد أن من عني بعلم الأصول أعف الناس لسانا وأبعدهم عن إطلاق الكلام لأنه يدرك معنى كل لفظ يقوله وكل قاعدة ومصطلح يتلفظ به أما لذا لا يعرف الأصول فتجد كلامهم إن شاء أو مجرد يعني أحاديث ليس لها زمام ولا خطأ وأخطر من هذا حينما تتعدى النصوص القواعد إلى المخالفات الصريحة بل الخطأ في النظر والرأي والفكر السديد لهذا أكثر الفرق والجماعات والأحزاب تنطلق من قواعد ولكنها قواعد تخدم تخدم فكرا منحرفا لم تنطلق من القواعد الشرعية والأصول المرعية فلنتنبه إلى أثر التقعيد والتأصير في تنمية الملكة الفكرية رابعا فقه الأولويات تجد الأصول دائما يتكلم في الأحكام عن الأمور الواجبة والأمور المحرمة لا يغرق كثيرا في السنة ولا في المكروهات وإن كان نحن عندنا في الشرع نجد المحرمات والمكروهات ونفعل الواجبات والمستحبات حينما تسمع أن أناسا يختلفون في صلاة التراويح هل هي عشر ركا ولا أحد عشرة ركا ويصل فيهم ببعض الدول الإسلامية إلى أن يقتتلوا في المسجد هل هذا الفعل مبني على قواعد سليمة على أدلة صحيحة على حتى نظر على حتى هنا جاهل هؤلاء الأصول جاهل هؤلاء القواعد كلها سنة الذي يفعل حد عشرة فله في حديث عائشة عند مسلم وفي الصحيحين مستند والذي يأخذ بالعشرين له من عمومات الشريعة تتجافى جنوبهم عن المواجع صلاة الليل مثنى مثنى ولما صلى النبي 11 ركعة لم يقل لا تزيد على هذا ولا تنقص عنه إذن في مساحة لأن كلها سنة كبروا عقولكم حينما ترد بعض المسائل الخلافية لا تشنع في المسائل التي فيها ساعة ديننا دين اليسر والساعة والرحمة هذا المتطرف وهذا الغالي حرم على نفسه حتى الصياح قال أنا أصوم ولا أفطل وأقوم الليل ولا أرقل ولا أتزوج النساء شوف كيف وصل الأمر إلى مخالفة النصوص الشرعية فإذا مراعاة الأولويات الواجب قبل المستحر المحرم قبل المكروه لا نشعل فتيل المعارك في قضايا سهلة ممكن أن نتناصح فيما بيننا ولا نشنع وأخطر من هذا أن تبنى أحكام يكفر أو يفسق أو يضلل من له اجتهاد في بعض المسائل أو يصنف اليوم في المسائل الفكرية بمجرد التزامات والأوازن حملها فكر سقيم هو أصلا يحمل الضغينة على المسلمين بشق عصر الجماعة وإثارة الفرقة والاختلاف في أفكار تموج موج البحر لا عاصمة منها بعد الله إلا سؤال الله التبات والوقوف حيث وقف السلف ومعرفة القواعد والأصول والأولويات الذي يعرف الأولويات في الأدلة كيف تقدم دليل القياس على دليل القرآن كيف تقدم دليل الاستصحاب مثلا على دليل السنة إذا صحت السنة وهكذا أو بعض الناس في الأدلة المختلف فيها يقدمها على الأدلة المتفق عليها أو يقدم في مسائل الدلالات يخلط بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناس خلمنسوخ عجل عجل لعبه لا هي قواعد هي أصول هي منهج صحيح ولهذا هذا الخلط العجيب في الواقع اللي نعيش اليوم في صناعة الأصول نريد الأصول الذي يفهم الأولويات ويخرج بفكر صحيح ونير وسلم إذن فقه الأولويات الشريعة فيها ضروريات وفيها حاجيات وفيها تحسينيات بعض الناس يعد التحسينيات ضرورية والواجبات مندوبات والمندوبات واجبات والنواهي مكروهات وفيها محرمات ويضع الحاجي محل الضروري والتحسيني محل الحاجي ولو تسأل عن فروض الوضو ولا عن أركان الصلاة ولا عن شروطها لم يحل جوابه ويدعي أنه سيسلح الكور والبشرية يتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وفي العالم وفي الأماكن الشرعية وينص بنفسه في الفضاءات وفي مواقع التواصل أنه على الحق وحده وأن الناس كلها إلى جهنم وبئس المصير هل هذا عقل؟ هذا لا دين ولا عقل فلا تأسفوا على مثل هؤلاء أكثر من يعيشوا في مواقع التواصل ويحملون الحق على العلماء ورموز الأمة وهذه البلاد وولاتها وعلمائها هم من هذا النوع هذا مريض كيف تبع أنت مصدر تلقي تعيش دائما على أجهزة مواقع التواصل واش قالوا واش قلنا ما لك فكر ما لك منهج ما عندك علم ما في دين ما في ثوابت ما في قيم كل هذا خلل البناء الفكري وعدم معرفة علم أصول الفقر وقراء الدين ولهذا دخل في أبواب الفقر أمور كثيرة بل إن الضرورات لها مكملات ولها متنمات وكذا الحاجيات والتحزينة خامسا أثر علم أصول الفقر في التأطير والتقنين والتنظيم والتنظيم للملكة الفكري تأملت حتى في الإدارة وحتى في الموظفين الموظف الذي عنده معرفة بالقواعد والأصول وعقله واسع وفكره نير يريحك في تطبيق التوجيهات والتعليمات هو الشخص ما عنده في الفكر ولا في النظام ولا في القانون ولا في الأصول ولا في القواعد ولا في المواد ولا في الأنظمة ولا في الملكة الفكرية الصحيحة يدعبك ويضيع وقتك معه بل تسعة أعشار أوقات الناس ضاعت لأنها لم تضبط قانون الفكر ونظام التفكير في ملكية فكرية صحية علم الأصول يجعلك عبقري في هذا الجانب المهم علم الأصول أفسه قانون نظام كما وضعه الشافعي رحمه الله يضبط الفكر ويحذر من الأفكاد الطالة يعنى بالنصوص يقنن مجالات الفكر التأملات الخطرات الإشراقات يجدي كثيراً في الحوار في المواعد في المجادلة بالحسن حتى تكون منهجية الأفكار صحيحة من خلال نظام وقانون سليم مأخوذ من مصادره الصحيحة سادساً علم مصول الفقه له الأثر في تحقيق الوسطية والاعتدال في الفكر وتعملت أحوال من تطرف من المتطرفين وأرهب من الإرهابيين وتساهل من المتساهلين بل والجناء بالفكر على ثوابت الشريعة وعلى قيمها وعاش الانهزامية والشكوك والموجات الإلحادية بدعوة الحرية المزعومة في حلائب الفكر وثقافات ومساحات الثقافة تجد سبحان الله سببها الجنوع منهج الوسط والاعتدال وكذلك جعلناكم أمة وسط في كل شكل حتى في منهجية التفكير حتى في العلوم حتى في التناول لأخذ المعطيات للأطروحات التشنج الملاسنات الحرق المهاترات كلها الإرهاب الغلم التنطع التكلف وأيضا الانهزامية وهز التوابط والقيم والتنصل من الشريعة كله تطرف سببه الخروج عن منهج الوسط والاعتدال المبني على معرفة الأصول والقواعد في النظر والسديد والفكر السليم أجلي لكم هذه لأنها مهمة اليوم بعض الناس يراك حينما تقول الوسطية والاعتدال يحسبك تسعى إلى تمييع الدين أو عدم العناية به لا مو بصحيح الدين من أسسه الوسطية قد تكلم الشاطبي في وسطية الإسلام واعتداله في الموافقات كلام يكتب بماء الذهب وأن الشريعة كلها مبنية على هذا الوسط والاعتدال وحتى فيما أخذ الناس ومشاربهم وفروعهم واجتهاداتهم ونظرهم إلى الشريعة بين غلو وجفاء سببه عدم الفهم الصحيح في حمل النصوص بعضها على بعض دفعا للتعاون ودفعا للغلو الغالي نظر إلى بعض الأدلة والمفرط نظر إلى بعض الأدلة أين المجمل أين المفسد أين العام الخاص أين المطلق المقيد الذي يأخذ بالمطلق والذي يأخذ بالمقيد بدون ضوابطه وبدون معرفة الحالات التي ذكرها الأصوليون معناها أنه خرج عن الوسط الانتدام فساء فهمه في الفروع وساء فكره وعقله في المنهج الصحيح المحكم والمتشابه سلك أهل التكفير والتفجير واعتماد على نصوص ضيعوا بعض النصوص الأخرى كيف أنظر إلى نصوص الوعيد وأترك نصوص الوعيد كلاهما عينان كلاهما عينان في رأس فينبغي أن يتنبه لها طالب علمي الأصول ليصل إلى منهج الوسطية والاعتدال في هذا المجال كما تظهر منهجية الوسط والاعتدال في الخلافات وتحديد ما يعرف بتحرير محل النزاع وتحييد مثارات الانحراف الفكري في ضبط الأدلة والدلالات والأحكام ومسائل الاجتهاد في مسائل الاجتهاد إما أن يكون كل الناس مجتهدون إما أن يكون كل الناس مجتهدين أو أننا نسد باب الاجتهاد أين الوسط والعفيد؟ نقول باب الاجتهاد مفتوح لكن لمن تحقق له شروط الاجتهاد المعروف إن انحراف كثير من الطوائف والفرق سببه الجنوح عن منهج الوسط والاعتدال سابعاً في الآثار لعلم الأصول أثره في تحقيق التكامل بين العقل والنقل شف بينهم تكامل ما بينهم تعاون نصوص الشرع تعضدها أيضاً دلائل العقل صحيح النقل وصريح العقل ألف شيخ الإسلام كتاباً نفيساً في درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول صحيح المعقول وهكذا كتب الأصول معنية بالعناية في الجانب النقلي والجانب العقلي وإذا طغى جانب على جانب بمعنى أنه لم يحقق التكامل والتناغم بين النقل والعقل حصل القصور في التصور الفكري وفي النظر الفكري الصحيح والملكة الفكرية السليمة فليس هناك تعارض أبداً تعارض عندك أنت في فهمك أنت في عقلك أنت لكن ظاهرها التعارض لكنه في الواقع والصحيح ليس هناك تعارض فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ فَيَوْمَئِذِ قال ابن عباس في موضع يسأل وفي موضع لا يسأل انظروا الفكر الصحيح العقل السليم النقل الصحيح التأصيل القواعي التي انطلق منها الصحابة رضي الله عنه بل حتى في مجالات تعارض الكثيرة بين النقل والعقل يقول الغزالة رحمه الله ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النقل الصريح من الشارع لأن الأدلة لا تتعارض ما يجي واحد يقول يعني لابد أننا نحلل في العلوم المعاصرة مثلاً موضوع قضية إذا سقط الذباب في إلاء أحدكم بل أثبتت العلوم اليوم موافقة العقل للنقل كذلك علم الأجنة علم الأنابيب النوازل في العبادات في المعاملات في القضايا والأحوال الشخصية في كثير من الأمور في استخدام اتقانة في كثير من مصالح الدين والدنيا كل هذه يدل عليها جمع بين النقل والعقل والمقاصد الشرعية سابعاً حفظكم الله أو ثامناً تنمية الملكة الفكرية في تحقيق المنهج الاستدلالي المنهج الاستدلالي هنا بالمعنى العام الذي هو إقامة الدليل السمعي على المسألة أو العقل وليس المراد فقط المعنى الخاص الذي ذكره الأصوليون في أنه ما ليس بنص أو إجماع أو قياس بل عنوم الاستدلال النقل والعقل لعلم أصول الفقه الأثر في تنمية وتحقيق المنهج الاستدلالي الصحيح ولهذا صرف الأصوليون جهودهم في حصر الأدلة والعناية بها أدلة مختلف فيها أدلة متفق عليها أدلة سمعية أدلة عقلية وضعوا ظوابط للاحتجاج بها كيفية استثمار الأحكام منها ما يصلح للاحتجاج ما لا يصلح وضع الظوابط الشروط رتبوا طريقة الاستدلال وهكذا بوجوهه المختلفة ومراتبه وبهذا يظهر أثر علم الأصول في تحقيق التمييز في الاستدلال الفكري في مجالات ثلاثة في ترتيب الأدلة والأحكام في ضبط الاستدلال بالنصوص في معرفة العلاقة بين الأدلة الكلية والقضايا الجزئية لنصي إلى الحكم الصحيح عن طريق فكر سليم ونظر سديد ونقل صحيح تاسعا أثر علم الأصول في تنمية الملكة الفكرية في الاستثمار 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 هذا عبر عنه الغزالي ترى ما هو الاستثمار في سوق الأسهم والسندات لا في أسهم علم الأصوح في أسهم الفكر الصحيح ليس الاستثمار في العقار ولا في الماء لا الاستثمار الحقيقي في معرفة وإدراك الأحكام الشرعية الإدراك السليم ولهذا سمى العرق الشاطبي رحمه الله وكذا الغزالي تحدثون دائما عن الاستثمار والغزالي قسم علم الأصول إلى ثمرة ومستثمن واستثمار وأدلة الاستثمار أو طريق الاستثمار الصحيح المثمن المنتج وش يخرج؟ يخرج الترف العلمي والترف الفكري والفضول الذي يعيشه كثير من الناس العصولي يمقت الترف في حياته وفي حياة الناس والترف الفكري أن ينشغل العالم أو المفكر بإطروحات أحياناً يقولون عنها جدل جدل غير من ضبط ولا جدل الصحيح وجادلهم بالتي هي أحسن ولا قضايا أكل عليها الدهر وشرب يضيع تضيع أعمار الناس الدجاجة من البيضة ولا البيضة من الدجاج وخذ هذا أي من الفكر الصحيح ولا يجلس كل حالتهم يتصارعون ويتعاندون أرض كروية ولا بيروية تدور ولا تثبت أنت يا خي استعمل بدينك وعبادتك وعلمك وعملك وطريقة تفكيرك وما أسند إليك الفضول الذي يعيش كثير من الناس في متابعات السياسات والاقتصاد ومواقع التواصل وغيرها من القضايا الكثيرة التي تملأ الفضاءات كلها سببه في نظري الملكة الفكرية المستثمرة في ضبط الأوقات وعملية الاستنباض وأيضا تنقيح وتحقيق وتخريج المباحث والمناطات والاهتمامات بحيث الذي ليس له ثمرة وليس له فائدة ولا ينبني على علم ولا عمل كالمباحث الكلامية والإغراق في النغوية والجدلية عند علم الأصول ولهذا قال الشاطبي كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروح فقهية أو آداب شرعية فوضعها في أصول الفقه عارية وخد في حياتك كله نمط التفكير إذا شفت الناس مشغولين بالترف الفكري والانشغالات والاهتمامات الدونية فكبر على عقولهم أربع تكبيرات أحسن الله عزاء الأمة في عقول أبنائها ونمطية تفكيرها فنريد من صناعة الأصول ذلك النمط المتميز في العناية في الجيد وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأخذ ويجم نفسه ويأخذها بما أباح الله له قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق انتهينا بشركم الحين أشوف هالفكار كلها ملكة فكرية خطر تنشل عشمغتكم وتواقيكم من هالملكة التي امتلأت وزنا وعلما وفهما وأثرا كبيرا في علم أصول الفقه في أمورنا كلها وفي حياتنا كلها الخاتمة النتائج العشر والمقدمات التي عارقناها كان هناك من توصيات حقيقة التركيز على صناعة الأصول في المنهجية المعرفية والمسلك العلمي وتنمية الملكة الفكرية السليمة واليوم نحن أمام نوازل وأمام فكر إسلامي معاصر بل إني أقول بكل شفافية فيه من استغل الفكر الإسلامي المعاصر لخدمة أيضلوجيات ومنهجيات وانحرافات وجماعات وتنظيمات بدعوة أنه الفكر الإسلامي النير الفكر الإسلامي النير فكر أحمد أولا فكر الصحابة رضي الله عنه الذي تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فكر الأئمة والتابعين أحمد والشافع ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد والبخاري ومسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة وهنا من علمائنا في هذه البلاد وعلماء الأمة الإسلامية الذين جمعوا بين منهج التفكير السليم المبني على القواعد والأصول التي جاء بها صحيح النقل وصريح العقل العناية بنشر الأصول والقواعد والتقعيد والأولويات بين الأوساط العلمية وبين الشباب وبين طلاب العلم وأيضا في الحوار وفي التوجيه وفي التثقيف واستثمار وسائل العصر أين استثمار يعني وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذا الطرح والفضاءات الوظيفة المنهجية المعرفية الأصولية دعوة لتجديد الفكر الإسلامي الصحيح على منهج الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة مراعاة الانفتاح بالضواب الشرعية وأيضا اليسر والسعة والسماحة وأدب الخلاف بين الناس ولسيما بين أهل العلم وبين طلاب العلم وأن لا يخلد الناس إلى التصنيفات ولا إلى الإنقسامات ولا إلى التفريق بين الأمة فالإسلام احترى خصوصية الفكر والرأي لكنه ينبث من الأدلة والاجتهاد الصحيح والنظر في المقاصد تريد الناس كلها تكون كنسخة زيت أو صحيح الذين يدعون أنهم على الحق وحدهم وهم واحدة واثنان والناس كلها في النار هؤلاء نمطية التفكير عندهم تحتاج إلى إعادتنا بل حتى في المعارف الاجتماعية والإنسانية والأفكار الموروثة والأفكار المستجدة كلها ينبغي أن نعمل علم أصول الفقر وأن يكون الأصوليون حاضرين في جميع المشاهد ويقوموا الفكر الصحيح والنظر السدي بأدب وعلم وتسبيق شرعي ونظر مقاصد أيضا العناية بالإعلام ونشر مثل هذا الكلام واتقانه ومواقع التواصل في تنمية الملكة الفكرية لدى الأفراد والمجتمعات تشجيع طلاب علم الأصول والدراسات العليا في التخصصات المعنية بالتكييف الأصولي والمقاصد وحث على النمط الفكري السليم في الحكم على النوازل المعاصرة والمستجدات في شتى المجالات وسيجد الباحثون ثراء علميا في إطرحاتهم وترقياتهم وفرس الماجستير والدكتوراه في تكييف المقاصد والأصول للنوازل المعاصرة والربط بين منهج الفكر الصحيح والاستدلال والاستنبار السليم العناه بالبرامج الحاسوبية والمواقع الألكترونية لإنشاء جيل أصولي مفكر مبدع متميز حقق الصناع وخصص النجاح في هذا المجال الدعم لإبراز الجوانب المعرفية الكاملة في علم الأصول وأيضا أثر في الفروع والدراسات العامة والأبحاث المحكم العناية بوسائل وسبل تعزيز التوسط والاعتدال ومعالجة الفكر المنحر والخلط حتى الإداري وأنا في نظري حتى ما يعرف اليوم بالفساد المالي أو الفساد الإداري كله سببه الخلط في البناء الفكري المبني على الخلط في معرفة الأصول والقواعد التي جاء بها علم أصول الفقه العناية بالكراسي البحثية ويكون هناك آثار في ضبط الفروح والأصول والمعالف والأفكار في ربط بالنوازل المعاصرة التي نعيشها وقدم في هذا أبحاث عاشراً وأخيراً يمكن أن يكون هناك برامج علمية وتحفيزية هادفة وإعادة بناء الملكة الفكرية للجيل والنشي والشباب وإعدادهم من المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية فضلاً عن الدراسات العرية هنا نخرج جيل يعالج كثير من الانحرافات الموجودة التي نعيشها اليوم ونحن إن شاء الله متفائلون بجيل أصولي فكري متميز سلفي المعتقد يسير على منهج الكتاب والسنة لا يدخل الأمة في فرقة وخلافات وانقسامات وإنما يحملهم على أحسن المحام ويؤكد لهم أخوتهم الإسلامية ويقدر ويحترم اجتهادهم وآراءهم حتى نحقق الاعتصام بالكتاب والسنة ونحذر من التنازع والاختلاف واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصبيل أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا القواعد والأصول وأن ينمي أفكارنا على منهج الكتاب والسنة وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم على ما يقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما وتعزيز رسالتهم العلمية والتوعوية والفكرية والاعتدالية خير الجزاء وحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومقروه وزادنا أمنا وإيمانا واستقرارا وسلاما ومحبة ووئاما وجعلها سخاء رخاء وجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة إنه الجواد ذو الكرم والمن حفظ الله علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا واستقرارنا وكفى الله المسلمين شر الكوارث والزلازل والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا